في المرفأ هنا تصطف عشرات المراكب مركونة في حالة مترهلة بعد إجهاز بحرية الاحتلال عليها أثناء إبحار الصيادين دون توفر معدات الصيانة ليتنفس الصيادون الصعداء مع إعلان وزير الزراعة إطلاق مشروع إحيائها من جديد هذا اليوم كان مخصص لمشاريع الثروة السمكية وللاجتماع مع جهات الاقتصاص والعاملين سيكون هناك مشروع خاص بإعادة إصلاح كل مراكب الصيد بكلمة 5 مليون دولار بدعم مجموعة من المانحين وسيتم تنفيذ هذا المشروع ما بين وزارة الزراعة والفاو هذا المشروع سيكون لمدة ثلاث سنوات يُعنى الاحتلال بسلب وسائل الرزق للصيادين ما أنهك أحوالهم ومراكبهم مع استمرار منع الاحتلال أهم المواد اللازمة لإعادة تصليحها ما يعني توقف إبحار شبه كامل لـ 90% من الصيادين خلال العام ما طالبنا لسيادة الوزير أنه يكون ضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال هذه المواد والخف وكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي والعمل دوليا على الضغط على إسرائيل بمنحها من ملاحقة الصيادين بهذه الصورة التي ليس لها أي مبرر عن كثب تبادل الصيادون أطراف الحديث مع وزير الزراعة عن مخاطر مهنتهم وتعقيداتها الداخلية والخارجية خلال جولته لمرافقهم بحضور منظمة الأغذية والزراعة الدولية الاحتلال يمنع دخول أي موتورات وهذا احتياج للصيادين ضروري جداً المواد عندنا متهالكة ما فيش نهائي عندنا برضو مشاكل مواد سباك الصيد ومشتقاتها هناك معوقات بنعنيها كثير في مشاكل بالنسبة لكميات للتصدير الجانب الآخر يفرض علينا تخليص الكميات هذا بأثر على الوضع الاقتصادي تاع الصيادين هذا المشروع يدخل في إطار المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للمساعدات الزراعية والممول من الاتحاد الأوروبي لتعاد عجلة القطاع الزراعي المدمر من جديد من خلال تنفيذ عشرات البرامج والمشاريع لا تنتهي معاناة الصيادين عند ملاحقات الاحتلال داخل البحر في الخارج تتعظم المشكلات بين مماطلة الاحتلال بالتصدير ومنعه دخول معدات الصيد ليرفع الصيادون توصيتهم لوزير الزراعة خلال جولته من داخل ميناء غزة إسلام الزعنون تلفزيون فلسطين